السلام عليكم ازايكم شباب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير رحلة النجاح للوصول للهدف بتاعك رحلة طويلة وممتعة والمشوار بتاعها كبير ومحتاج منك صبر ومحتاج شوية حاجات كده تعملها عشان تعرف تكمل بنجاح بإذن الله هنتبع في المشوار ده مبدأ تقسيم المشكلة الكبيرة لمشاكل صغيرة لو عندك مشكلة كبيرة جدا مش عارف تحلها بتقسمها المشاكل الصغيرة عشان تقدر تحل كل مشكلة منهم وتحس ان انت انجزت وتقدر تكمل في المشكلة اللي بعدها لو حطيت الهدف الكبير جدا ده قدامك احتمال ان انت تقطر في السكة او يحصل لك مشكلة وما تكملش هتقابل عقبات كتير جدا ممكن واحدة من العقبات دي يتوقعك وتخليك ما تكملش وده طبيعي جدا فاحنا محتاجين قدام الهدف الكبير جدا لها نفسه وصله وحط اهداف في السكة كده يعني حيث لما اوصل لهدف من الاهداف دي افرح ان انا انجزته واحتفل به ويشجعني ان انا اخش بالهدف اللي بعده لدرجة ان انت ممكن تنسى او تركن على جنب الهدف الكبير جدا ده لانك عمل تفرح بانجزاتك الاهداف الصغيرة اللي مشي نحية الهدف الكبير وهتوصلك ليه باذن الله خليه ناخد الموضوع عملي انت عايز تشتغل في شركة عالمية ده الهدف الكبير بتاعك اللي باذن الله او ما توصله هتقدر ان انت تحط اهداف تانية من غير اي مشكلة هنحطي بالسكة الاهداف بتاعيتنا ان انا محتاجة اتعلم مثلا نص التقنيات اللي في المسار التعليمي بتاعي وبعدها الهدف التاني باقي النص التاني الهدف التاني ان انا احل مجموعة مسائل كبيرة جدا ده هيكون هدف همشي نحيته عمال انا اتعلم مثلا اللي هي اللغات او الكورسات بتاعة المسار بتاعي عمال احل مسائل انت كل ده عمال تمشي نحية الهدف الكبير اللي هو يخليك تشتغل في شركة عالمية من ضمن الاهداف ان انا اتضرب في شركة من ضمن الاهداف ان انا اشتغل في شركة بمرتب يعني الى حد ما كويس وانا عمال كده بتضرب من ضمن الاهداف ان اخلص مجموعة كتب كل دي اهداف عمال تخلصها في السكة وتفرح بيها وتحتفل عشان تخش على الهدف اللي بعده لحد ما تلاقي نفسك ان شاء الله وصلت للهدف الكبير او على الاقل قربت منه جدا يا رب يا جماعك وان العملية وصلت والفكرة وصلت لكم عشان بس محدش يحبط من الاهداف الكبيرة عشان ما بيلاقيش مرضود في السكة يخليه يكمل فانا بخليك بنفسك تحط المرضود ده شكرا شباب